تباين أداء مؤشرات البرصة المصرية بعد يوم واحد من إقرار قانون الضريبة على الدخل الخطوط الجوية القطرية تهدد بوقف طلبيات إيرباس إن لم تحصل على حقوق الإقلاع والهبوط في مطارات أوروبية مبيعات السيارات في أمريكا تسجل أعلى مستوى في ثمانية أعوام في علامة على تعافي أكبر اقتصاد في العالم مشاهدين الكرام أهلا بكم ولقاء جديد مع جولة في عالم المال والأعمال مع السوق مشاهدين الكرام طبط مطابط أوقاتكم بكل الخير يسود جو من الترقب والقلق بين المتعاملين في سوق المال المصرية بعد إقرار مشروع قانون بفرض ضريبة تبلغ عشرة بالمئة على الأرباح المحققة من التداول في البرصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك على الأرباح الناتجة عن تداول الأوراق المالية في الخارج وقد تبينت المؤشرات ثلاثة في أول يوم بعد إقرار الضريبة وسط دعم شرائي من الأفراد والمؤسسات المحلية مقابل مبيعات مكثفة للمؤسسات الأجنبية والعربية كما كان متوقعا شهدت مؤشرات البرصة المصرية انخفاضا سجل أكثر من ثلاثة مليارات جنيه بعد التصديق على ضريبة أرباح البرصة والمقدرة بعشرة بالمئة وشهدت السوق اتجاها بيعيا من قبل المستثمرين الأجانب ليصل الفارق عن الشراء أربعة ملايين جنيه بنسبة استحواذ ثمانية عشر بالمئة من إجمالية تداول الجلسة تعدد تلثمين وخمسين مليون جنيه وده شيء طبعا يعتبر إن كان أقل من المتوسط بشكل عام إنما هو يعتقل أنه يكون أكثر بكثير من الجلسات الماضياتين من بداية شهر رمضان يعني تعدد هذه القيام شوفنا الجلسات الماضية لما تتعدد قيم أحجام تداول أكثر من 222 مليون جنيه في الجلسات الماضية ويأمل الجميع أن تتخطى السوق المصري خسائرها وتسترد عافيتها في ظل أنباء عن طروحات جديدة وإجراءات لذزب المزيد من الأموال التي خرجت خلال الفترة الماضية اكتسى الشاشات البورصة المصرية باللون الأحمر في أول يوم تداول لها بعد تصديق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على ضريبة أرباح البورصة واتجه المتعاملون للبيع وخاسر رأس المال السوقي أكثر من ثلاثة مليارات جنيه من داخل البورصة المصرية بالقاهرة صابر السكري السوق قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر إن شركة قد تعيد النظر في طلبية شراء طائرات إيرباس إلى أن تحصل على حقوق الإقلاع والهبوط في مطارات أوروبية أشدد الباكر على أنه إذا قيدت حقوق الإقلاع والهبوط في المطارات الأوروبية بشكل أكبر فإن الشركة القطرية ستتوقف عن شراء الطائرات الأوروبية مشيرا إلى أن شركته لأن شركته لديها 186 طلبية لشركة إيرباس كانت شركة طيران سريعة النمو في الشرق الأوسط مثل الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات ذكرت أن الحكومات الأوروبية تسعى لتقييد التنافس العادل بإعطاء أفضلية للنقلات المتمركزة في مناطق قريبة منها في منح حقوق الإقلاع والهبوط بالمطارات أغلقت الأسواق الخالجية على ارتفاع جماعي تصدرها المؤشر العام لسوق دبي الذي صعد بنسبة اقتربت من ثمانية بالمئة في ظل ارتفاع شبه جماعي للقطاعات بقيادة القطاع العقري كما استردت أسهم سوق أبو ظبي حالة الانتعاش بارتفاعات اقتربت من خمسة بالمئة وواصل مؤشر البرصة القطرية ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي بعد ست جلسات من التراجع وقفز المؤشر العام بأكثر من اثنين بالمئة بتأثير من أسهم الاتصالات والنقل وبعض أسهم العقارات والبنوك والخدمات كما وصل السوق السعودي مساره الصاعد مسجلا ارتفاعا بنسبة اقتربت من نصف بالمئة قالت وكالة بلومبرغ ان مجموعات من بينها شركة لاستثمار المباشر كي كي ار و تي بي جي كابيتل تدرس تقديم عروض لشراء حصة اغلبية في الشركة الكويتيل الاغذية امريكانا انقلت الوكالة عن مصادر مطلعة ان ست مجموعات على الاقل تدرس شراء الحصة التي تملكها عائلة الخرافي اكبر مساهم فيها ومن بين الاطراف الاخرى المهتمة بالصفقة التي قد تقدر قيمة الشركة بنحو خمسة مليارات دولار سي بي سي كابيتل بارتنرز وادفينت انترناشنال وتأسست امريكانا عام 1964 وتدير مطاعم كي اف سي تي جي اي فرايديز وبيتزاهوت في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتملك عائلة الخرافي حصة نسبتها 66.8% في امريكانا يطل شهر رمضان المبارك هذا العام على قطاع غزة في ظل حصار اسرائيلي انهك جيوب الغزاويين العاطلين عن العمل وازمة رواتب تعصف بموظفي قطاع غزة وعلى رغم من الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الا ان اسواق غزة استقبلت شهر رمضان باشكال وانواع البضائع المرتفعة الثمن كافة رغم انتشار الفقر اذا ما زال قطاع غزة على حاله فقر وازمات وارتفاع في الاسعار وجيوب فارغة لمعظم الغزيين عهوى الوضع الناس وعهوى وضعنا احنا تعبان سا ما اشتريت حاج زي اي رمضان باشتريت ضروري ضروري ما بنزود في الحاجات لان انا شايف الناس كلها تعبانة فيش مصاري هو شهر رمضان هذا فضيل ومبارك بس فيش عملة موظفين فيه ما قبضوش ما حمش وصاري من وين يشيروا من وين يجيبوا السوق تعبان تنوعت التجهيزات في اسواق قطاع غزة لاستقبال شهر رمضان فالمحلات التجارية تجهزت بمختلف انواع الطعام والشراب في ظل اقبال خجول من المواطنين احنا الاسعار قبل ايومين كانت مرتفعة بدينا ننزل في الاسعار لانه البضاعة بنا نبيحها والناس ما بتشتري قاعدة لانه الناس ما عاش فلوس خايفين انه السوق يضرط عندنا الناس بتفرق بكاموا بقديش وقديش السعر مش قادرين يشتبيوا نفسهم في الشغلة يشتبيوا لكن معهم مش مصافي انه مشتغلوا الشغلة خبراء الاقتصاديون رأوا ان استمرار ازمة الرواتب مع قدوم شهر رمضان ستؤدي الى مزيد من التدهور في الاوضاع الاقتصادية نحن نلحظ ونشهد حالة من ركود الغير مسبوق حالة من تكدس البضائع حالة من انخفاض كبير في القوى الشرائية بالاضافة الى تقلص او عدم اقدام العديد من التجار والشركات على استيراد بضائع الاقطاع غزة من الخارج وهذا نتيجة التخوفات فيما يتعلق بعدم صرف رواتب موظفين اكثر من خمسين الف موظف من موظفي حكومة غزة السابقة هكذا يستقبل الفلسطينيون في قطاع غزة شهر رمضان في ظل انسداد الافق وعدم توقعات بتحسن قريب في اوضاعهم الاقتصادية في ظل الازمات المتراكمة على الغزيين وقلة ما في اليد ستضطر العديد من العائلات الغزية الى حذف خيارات كثيرة من القائمة الرمضانية لهذا العام والرضا باقل القليل نيفين سليم لبرنامج السوق غزة فلسطين قفزت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في يونيو حزيران الى اعلى مستوى في حوالي ثمانية اعوام في علامة اخرى على تعافي اكبر اقتصاد في العالم بعد انكماش النتجة عن شتاء قارس في الربع الاول من العام وزدت مبيعات السيارات الشهر الماضي بنسبة واحد واثنين من عشر بالمئة الى معدل سنوي قدره 16.98 مليون وحدة وهو اعلى معدل منذ يوليو تموز 2006 وسجل معظم كبار مصنعي السيارات مبيعات فقط التوقعات وزادت مبيعات جنرال موتورز اكبر مصنعي السيارات مبيعا في السوق الامريكي زادت بنسبة واحد بالمئة على الرغم من ازمتها الحالية بشأن السلامة ورغم ان كان محاللون قد توقعوا ان تهبط مبيعات جنرال موتورز 6 بالمئة يعرف زيت الاركان باسم الذهب السائل نظرا لفوائده الجمالية والصحية العديدة يتم استخراج زيت الاركان من ثمار شجرة الاركان في منطقة جبال الاطلس جنوب غربي المغرب وتسعى البلاد لزيادة الانتاج عن طريق اقامة مزارع حديثة تعتمد على احداث اسليب الرعي لسبب معقول يطلق المغاربة على زيت الاركان وصف الذهب السائل او الذهب الاخضر حيث يعد من اندر انواع الزيوت في العالم لضآلة المساحات التي تزرع فيها اشجار الاركان ومنها غابات في منطقة جبال الاطلس جنوب غربي البلاد وتعرف شجرة الاركان وثمارها والزيت الثمين الذي يستخرج من الثمار بخواصها الطبية والغذائية حيث تستخدمه نساء الامزيج في العديد من الاغراض منها العلاج والطهي وصنع الصابون وكواقود للمصابيح كما يستخدمه البعض في صناعة مستحضرات التجميل وفي محاولة منها للحفاظ على تلك الشجرة شكلت وزارة الزراع المغربية قبل اربع سنوات هيئة لانقاذها والحفاظ على استمراريتها في هذه الرؤية هي اولا يعادة هيل غابة اركان بالارقام يعادة هيل 200 الف هكتار لغابة اركان وكذلك خلق سلسلة زديدة في الاحياء وحولت زيادة الطلب على زيت الاركان المناطق المحيطة باغادير والصويرة الى خلية من المصانع الصغيرة المخصصة لعصر الزيت من لب الثمار والتي يعمل فيها الرجال والنساء على السواء وبالاضافة الى الطرق اليدوية في عصر الزيت فقد توفرت الان طرق حديثة في عملية الاستخراج بشكل اسرع واكثر فعالية من الناحية المادية وتمثل العائدات من بيع زيت الاركان بين 25 و45 بالمئة من دخل العائلات المغربية في وادي سوسا مشاهدين الكرام متواصلون معكم وفي السوق بعد الفاصل الحكومة الايرانية تسعى للحد من السهلاك الوقود بتوزيع الواح شمسية مدعومة على المواطنين لتزويدهم بالكهرباء من جديد مرحبا بحضراتكم لأن مشاهدين الكرام إلى هذه الجولة في أسواق المال الأوروبية وأخبار شركات في تقرير دينا حشمت ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعة إثر مكاسب جديدة في الأسواق الأمريكية وارتفاع الأسهم الأسيوية لأعلى مستوياتها في ثلاث سنوات لكن حد من المكاسب انحصار الأمال في إبرام صفقات جديدة بقطاع الاتصالات الفرنسية ونزلت أسهم أورنج وبويغ وإلياد بين 2.9% و4% بعد أن قالت أورنج أنها استبعدت فكرة المشاركة في تحالفات بسوق الاتصالات الفرنسية وارتفع سهم الكتال التي تنتج معدات الاتصال 4.6% في أفضل أداء على يوروفيرست 300 بعد أن رفع جي بي مورغن تصنيف السهم من محايد إلى توصية بزيادة الوزن النسبي وارتفعت المؤشرات رئيسية في ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وارتفع مؤشر ستوكس 600 لقطاع السيارات وقطاع الغيار 1% ليكون الأفضل أداء وزاد مؤشر يوروفيرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2% وفي أنحاء أوروبا انقفض مؤشر فانانشل تايمز البريطاني 0.1% وتراجع كاكل فرنسي بنسبة 0.2% بينما ارتفع داكس الألماني 0.1% وفي سوق العملات استقر اليورو عند دولار و36 سنة بعد وصوله إلى أعلى مستوى له في ستة أسابيع يوم الثلاثاء وفي سوق المعدن استقر الذهب قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر بدعم من استمرار التدفقات على أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالمعدن النفيس اليوم الثاني وتراجع الطلب بالسوق الحضرة في أسيا أكبر سوق للذهب في العالم بفعل ارتفاع الأسعار ومن البورصات الأوروبية إلى الأسواق الأسيوية حيث شهدت الأسهم الأسيوية ارتفاعا لتمدد من مكاسبها بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ ست سنوات يأتي هذا وسط إقبال واسع على عمليات الشراء بعد ارتفاع في أسهم الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي زاد من فرص الشراء في المنطقة الأسيوية وتأثرت الأسهم الأسيوية إيجابا بالبيانات الاقتصادية التي أظهرت تحسن القطاع الصناعي في كل من الولايات المتحدة والصين ما زاد من التوقعات بقوة التعافي الاقتصادي في البلدين وهو ما زاد من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وأغلق مؤشر نيكي الياباني على ارتفاع بنسبة فاصل 29% والمؤشر الصيني على ارتفاع بنسبة اقتربت من نصف بالمئة فيما ارتفع المؤشر الكوري بالقرب من 1% تراجع سعر مزيج برينت صوب 111 دولار للبرمير الأربعاء مسجلا أدنى مستوياتي في نحو ثلاثة أسابيع متأثرا باحتمال تعافي الصادرات الليبية بشكل كبير بعد أن قال مسلحون إنهم سيعودون فتح مرفأين نفطيين اتفق مسلحون يغلقون موانئ نفطية مهمة في شرق ليبيا على فتح المرفأين المتبقيين في السدرة ورأس لنوف وأصاب غلق الموانئ منذ الصيف الماضي قطاع النفط الليبي بالشلل وإذا جرى تنفيذ الاتفاق ستزيد طاقة تصدير النفط الخام حوالي 500 ألف برميل يوميا ونزل سعر خام إلى 111.58 دولار للبرميل كما تراجع سعر الخام الأمريكي الخفيف إلى 104.91 دولار للبرميل قال أحدث تقرير لرابطة المصارف الصينية إنه من المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد الصيني بنفس وتيرة الاستقرار التي احتفظ بها وسط تحديات كبيرة للإصلاح الذي اتخذ منح جديدا في عام 2014 أفقا للتقرير الذي ذكر تفصيلا خطوات التنمية التي شهد قطاع البنوك في البلاد فإن تعميق الإصلاحات الجوهرية التي يحتاج إليها الاقتصاد الصيني بالنسبة للعام الحالي تشكل تحديا على المدى القصير كانت الصين ومنذ العام الماضي قد داومت على تبني سياسات نقدية رشيدة كما استمرت أليات الضبط والتعديل التي فرضتها الحكومة في سبيلها لمواجهة التحديات التي تشكلها الأوضاع الاقتصادية الرهنة وحسب التقرير فإن سلسلة من المخاطر ما زالت تواجه الاقتصاد الصيني خاصة بالنسبة لمسارات التقدم في الإصلاحات المالية والقطاع العقري وزيادة الأسعار وهو ما يتطلب سياسات مالية أكثر مرونة واحترازا من قبل البنك المركزي الصيني تظاهر مئات من سائق سيارات الأجرى في إسبانيا احتجاجا على تطبيق حديث يعمل على الهواتف الذكية كوسط يسمح لركاب بالحجز والدفع في أي وقت وفي أي مكان ويقول المحتجون أن التكنولوجيا الجديدة تحارب مصدر رزقهم ولا تخلق وظائف كما أنها تخرق القوانين المحلية حاملين الأبواق وسط الهدفات والألعاب النارية تظاهر حوالي 300 سائق تاكسي من مختلف أنحاء إسبانيا لمدة ساعتين بالعاصمة مدريد احتجاجا على نظام خدمات أوبر للسيارات والذي يقولون أنه يهدد سبل عيشهم أوبر الذي يقع مقر الشركة المطورة له في سان فرانسيسكو ويقف خلفهم مستثمرون من العيار الثقيل مثل جولدماند ساكس وجوجل يسمح للزبائن من خلال تطبيق على هواتفهم الذكية بإمكانية حجز سيارة تاكسي ثم دفع الأجر ومن خلال تطبيق آخر يمكن للسائقين حساب تكلفة الرحلة وبدلا من أن تجوب سيارات الأجرى شوارع المدينة بحثا عن زبائن فإن أوبر يكون على اتصال بأنظمة تحديد المواقع جي بي أس الموجودة على الهواتف الذكية للزبائن ومن ثم يقوم التطبيق بتوجيه أقرب سيارة للمكان الذي يوجد فيه العميل لن نقبل شركة من أمريكا الشمالية لا توظف أحدا ولا تشتري سيارات فقد تقوم بدور الوسيط الطفيلي ويقول سائق تاكسي في إسبانيا وعبر أوروبا أن أوبر ينتهي كل لوائح المحلية لسيارات الأجرى بما فيها قواعد الرخصة ونظم الأمان كما أن سائقين المتعاملين مع التطبيق الجديد يفشلون في توفيق أوضاعهم مع نظم التأمين المحلية إنه النظام قرصنة ويتنافس بشكل غير منصف لأننا ندفع الضرائب ولدينا رخصة هؤلاء ليس لديهم أي سند قانوني ولا يخدعون لنظام ما زال تطبيق أوبر غير مفاعل في مدريد لكنه في برشلونة حيث يستخدم حاليا أثار حفيظة سائق التاكسي هناك ما دفعهم لتنظيم مسيرات احتجاجية أخرى ضده وكان يوم الحادي عشر من يونيو حزيران الماضي قد شهد أكبر حالة من الفوضى عمت مدنا رئيسية في أوروبا حينما قاد سائق التاكسي احتجاجات واسعة ضد أوبر إذ توقفوا عن مزاولة عملهم ولم يجد الركاب من يقلهم سواء من السائقين التقليديين أو حتى من المتعاملين مع التطبيق الجديد بدأت الحكومة التونسية رفع أسعار البنزين بمقدر ستة وثلاثة من عشر بالمئة ضمن خطط لخفض الدعم الحكومي وتقليص عجز الميزانية الذي يتوقع بلوغه ثمانية بالمئة في 2014 كانت الزيادة السابقة في أسعار البنزين في مارس أذار 2011 وفي بداية العام الحالي علقت الحكومة زيادات في أسعار البنزين ورفعاً كان مقرراً للضرائب في ميزانية 2014 علقتهما بسبب احتجاجات بعدة مدن ومع قرب اكتمال الانتقال الديمقراطي بعد انتفاضة 2011 تحاول حكومة رئيس الوزراء مهدي جمعة معالجة عجز ميزانية بالحصول على مساعدات دولية في حين تدرس خفض الدعم من أجل تقليص الإنفاق العام المرتفع في الوقت الذي تجري فيه إيران مفاوضات مع القوى العالمية حول برنامجها النووي تسعى الحكومة للتقليل من استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الاعتماد على طاقة الشمس خاصة في المناطق النائية التفاصيل في التقرير في قرية سيشانلو الإيرانية تعتبر الشمس أكثر من مجرد مصدر للحرارة والضوء حيث تساعد على توليد الكهرباء للسكان المحليين وتقع سيشانلو على بعد 200 كم شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران في هذه القرية التي تقع في اتلال القاحلة في ريف إيران تقدم الحكومة ألواحا شمسية مدعومة توضع على أسطح المنازل لتزويد المواطنين بالكهرباء في إشارة إلى الجهود التي تبذلها الدولة للحد من استهلاك الوقود الأحفوري والطاقة النووية وفي الوقت الذي تقرر فيه الحكومة تقليل الدعم على البنزين فإن استخدام الطاقة الشمسية سوف يعني توفير النفقات وتعزيز الاقتصاد المتضرر بسبب العقوبات الدولية واستغنى العديد من سكان القرية عن المولدات باهظة الثمن وغير المأمونة مؤكدين أن الألواح الشمسية التي تم تركيبها على أسطح المنازل مصدر جيد للكهرباء كنا نستخدم مولدات الكهرباء من قبل وكان علينا دائما شراء البنزين لملئها وفي بعض الأحيان كانت تتعطل ولا يمكننا استخدامها أطوال اليوم فلا يمكن تشغيلها سوى ساعة أو ساعتين فقط في اليوم وكان علينا أحيانا استدعاء فني لتصليحها فهناك الكثير من المتاعب التي تنشأ عن استخدام مولدات الكهرباء ويجري تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية على نطاق واسع كما خصصت الحكومة 60 مليون دولار هذا العام لتطوير هذه المشاريع مقارنة بـ 12 مليون فقط في العام الماضي نسعى لتعزيز قدرة طاقتنا المتجددة وتخطط إيران لزيادة هذه القدرة لتصل إلى 5000 ميجاوات ارتفاعا من قدرتنا الحالية التي تتروح بين 100 و 200 ميجاوات هدفنا هو الوصول إلى 5000 ميجاوات على مدى خطة تستغرق خمس سنوات وفي بادرة على تشجيع استهلاك الطاقة الشمسية قامت الحكومة بتركيب ألواح شمسية في 23 جامعة إيرانية فضلا عن أسطح المنازل في المساجد والمدارس والدوائر الحكومية من إيران إلى الأرجنتين حيث تحاول مبادرة من شباب أرجنتيني أن تزيد الوعي بأهمية استخدام طاقة الرياح بدلا من المصادر التقليدية المبادرة تتبنى الاعتماد على وحدات توربينات رياح لتوليد الطاقة الكهربية كبديل نظيف وأقل تكلفة وفي متناول سكان الريف بشكل خاص والذين لا تصلهم شبكات الكهرباء الرئيسية في البلاد تأمل هذه المبادرة الأرجنتينية غير الحكومية أن ينتشر اتجاه جديد يعتمد على استخدام توربينات الرياح عبر البلاد بشكل واسع ترتكز الفكرة على إنتاج ونشر طاقة الرياح من خلال مشاريع في مختلف أنحاء الأرجنتين امتدت حتى الآن إلى عشر مدار سريفية ويشرف عليها بعض المتطوعين من المهندسين والمهتمين بالبيئة هناك الكثير من المناطق التي تعتبر هذه التكنولوجيا نموزجية بالنسبة لها القضية تتعلق بالبيئة والاقتصاد معا مع توربينات الرياح يمكنك استرداد استثماراتك في غضون سنتين أو سلاث ولن تكون مضطرر لتوفير الوقود للمولد التقليدي بشكل يومي ولا تمثل الرياح سوى أقل من واحد بالمئة من إنتاج الطاقة بالأرجنتين على الرغم من امتلاك البلاد لمساحات شاسعة من الأراضي فضلا عن الرياح القوية الاعتماد على التكنولوجيا المتجددة يقلس مباشرة المنبعات الغازات والمجتمعات التي عملنا معها والمدارس الريفية خاصة استطعت كذلك توفير الكثير من الأموال بسابة توربينات الرياح نسبة كبيرة من سكان الريف بالأرجنتين يعيشون خارج نطاق شبكة الكهرباء الوطنية وبالتالي فإن اعتمادهم الرئيسي على الموالدات التي تعمل بالبنزين وهي الطريقة الوحيدة أمامهم للحصول على الكهرباء وبالنظر إلى هذه الأوضاع ستكون توربينات الرياح اختيارا أفضل بالنسبة لهؤلاء حاليا تحصل الأرجنتين على ما تحتاجه من الطاقة عن طريق المحطات الحرارية التي تعمل بالغاز الطبيعي وهي الطريقة التي ينجم عنها ما يسمى بالطاقة غير نظيفة لأن عملية الإنتاج تنطوي على حرق وقود أحفري وهو ما يعد أحد مصادر الانبعاثات الخطيرة التي تتسبب في ظاهرة الاحتباس العالمي وينتج توربينات الرياح ما تحتاج إليه المنازل من استهلاك فالطاقة المولدة يمكنها تشغيل الثلاجة والمصابيح ومضخة المياه والتلفزيون وجهاز راديو والهاتف الخلوي والكمبيوتر وفي أثناء الفترات التي تقل فيها شدة الرياح يتم تحول إلى مولد يعمل بالديزل فقط بنحو 5% مما يحتاج إليه مثل هذا المولد في الأحوال العادية وتبلغ التكلفة الإجمالية لوحدة توربين الرياح ما يقارب 3500 دولار مشاهدين وصلنا وإياكم إلى نقطة الختام مشاهدين أكرام في أمان الله نترككم وفي الختام تذكير بالعنوين تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بعد يوم واحد من إقرار قانون الضريبة على الدخل الخطوط الجوية القطرية تهدد بوقف طلبيات إيرباس إن لم تحصل على حقوق الإقلاع والهبوط في مطارات أوروبية مبيعات السيارات في أمريكا تسجل أعلى مستوى في ثمانية عوام في علامة على تعافي أكبر اقتصاد في العالم ترجمة نانسي قنقر